موسيقى يا جماعة المية دي والوصلة دي بالذات قدام الشركة و قدام محطات الكهرباء بتتكهرب كل يوم يا جماعة المادي بتتكهرب كل يوم بالله عليكم اللي يقدر يعمل حاجة يعمل المادي كل يوم الساعة واحدة بيتحط فيها كهرباء وبتتكهرب و بيلوموا السمك بالشباك ارحمونا طبعا يا جماعة الشد بالراحة كده مع خط خفيق لما بمعك سمكة جديرة حتى بتسرق طب مسروقة كده دايخة دايخة بص طلعة دايخة ازاي بصوا يا جماعة اه اه صلاة النبي السمكة دي كبيرة يا جماعة من الصغيرة السمكة دي كبيرة البركة يعني ماشي لكم معانا تباعة اه 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 اللهم تصلي عليك الله 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 برضو ايه على البركة يعني برضو بيدخل معنا لحاجات دي يعني كده و كده الله كريم شباء البركة سمك سمك خنيل عشرة العشرة على ستة ستة اللي ضربت ستة اللي ضربت ستة اللي ضربت ساكة كبيرة خالص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم ورحمة الله وبركاته يا ربكم من الجميع بخير يا رب والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم النهاردة ان شاء الله برده في رحلة السيد النهاردة بس في موضوع كده عايز نقولك عليه هو يعني تقريبا حاجة بتحصل مع كل الناس وهي ان انت لما بتروح مكان بالصدفة كده يعني وانت بتسعى بتروح يمين بتروح شماء فاسناء سعيك ده بتوصل بتحط على مكان كويس المكان ده ربنا بيكرمك فيه بسمك كويس فبيفضل المكان ما بتعرفش تستدر عليه فبالتالي بتفضل رايح جاي على المكان ده لحد دما يكتب معاك مرة واثنين وثلاثة واربعة مين فينا يا ماما حصلش معاك كده يعني ده ان شاء الله حيب عنوان الفيديو مين فينا حصلش معاك كده بإذن الله ومشيه فبالتالي طبعا احنا كل ما نروح المحمودية ربنا بيكرمنا بناخد سمك فمش حنلاقي مكان احسن من كده الايام ولك احنا معانا حية جديدة النهاردة ان شاء الله ان احنا حننزل بعيينة بإذن الله على سمكة الرائح طبعا لو ان شاء الله ربنا كرمنا حنسيب لكم رابط ازاي تحضير العيينة بتاعت الرائح وحنور لكم السمك ان شاء الله عيينة الرائح لو ما حصلش نصيب وانبساطنا وخدنا سمك يجزي يبقى ايه مش هنطلع عراي النهاردة بس ان شاء الله حنعمل لكم فيديوهات على سمك الرائح عدتنا النهاردة طبعا كالعادة ان شاء الله العودة التلاتة ونص لان الميا دي هتمنشتغل فيها حد داب بالنهار زي ما قلنا وبالليل بنشغل بالفلم عدتنا عود تلاتة ونص عليه خيط خمسة وثلاثين شغال برماء العشرين طبعا حطت رصاصدين تحت وعمل نفس الايه السبحة دي السنار بتاعنا خمسة وستة حطت فردة خمسة وفردة ستة عشان نجرب طبعا بنرمي بنهدف لجوه بنقصد بالحرب قبل ما توصل الارض منحرك سنة بنبدأ معها بعيس ان نطمع السمكة السمكة تجري تاكل الطعمية وتضرب نفسها سريع سريع لان انا لو ريحت السنارة هنا زي شغل الحداء هتوعر مني لان هنا في شبك فيه خليكم معانا ان شاء الله يكون فيديو اعجبكم طبعا معانا الرحالة النهاردة في الرحلة النهاردة طبعا السازيحية كده كده لو ما سكتناش هوا سيطلع في الفيديوهات ايه غزب عننا معانا طبعا كابتين احمد ابي اسماعيل الدكتور بالمستقبل ان شاء الله حافبنا الدكتور المهندس الظابط وابن خالي وخلايالي المسطر امير الخالق فيديو جميل ان شاء الله شباب تحياتي ليكم اللي انا هنقوله ده جماعة ده طريقة شغلي في المكان ده واللي انا هقوله ده برضو ينسبك في اي اجواء مية بنفس المنظر دي اي مية سريعة طبعا انا بنرمي بتاعتي بنرمي الرمية بتاعتي اول ما الرصاصة تلمس المية بنسيب حوالي خمسة متر بنقدارهم انا على ايدي بعد كده نكفي المكب بتاعي ونحرب على السنار اول لمسة باللبلوء بنرد عليه نفضل نرد واللم نحس بالسمكة يا اما لو محسدش بيها بنرجع كده كده بنلاقي الطعمية متاكلة معنى كده ان السمك دخل عليها فيا ربنا بكرمني يا بنضرب السمكة يا اما بنطلع ونطعم من جديد ونرمي تاني ده اللي هو شغل القاسط يا جماعة نفسه تمام؟ يا رب الفيديو اجيبكم يا رب الليل مو الصغة لهم قول nyt الليل the the when then i اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس سمكة الماء امير مش بالجوه دي مش بالسحه دي السمكة دي جديدة وعفية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شعروا في القناة على الرزياء شعروا في القناة اخرى ممارسى من توقف كنت هناك انظر انا اعيش اشتري اشتري شرحت النبي شرحت النبي احيام تمسرت بالز السمك ده كبير يا جماعة السمك ده عدل على فكرة عدل والله بعد اسمك خطها على يدك امسك والله السمك عدل يا جماعة يا كريم يا رب الله كريم يا شباب مصطر ابن كالو فالعالي طبعا برضو في سمك ما بنعرفش نصورو يا رب الفيديو اجيبكم يا رب مصطر ابن كوات يا يحيا مصطر ابن كبير مصطر ابن كوك هنا يشير ريالا يشير ريالا يشير هناك بلد أخمر محمل مرحلة حتى تتوقف مرحلة مرحلة بلاد مرحلة 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 من ترد مرحلة ليلة يعني خلاص الشمس بدأت تنزل ان شاء الله وبإذن الله ومشيته فبنطلع عدة تانية منطلع العود ديموند اربعة ونصف او دا دا اسمه دا اربعة متر ونصف عليه خطر بعين من غماز مقاس اثناء رصاصة مقاس اثناء سنار خمسة بنشتغل في اللا حرة تمام اول الملل ايه بيبدأ يدخل علينا يا رب الفيديو عجيبك اشبال طبعا يا شباب زي ما احنا متعودين او الملل بيدخل بنشتغل بالفلة الحرة هيزهر لك دلوقتي ان شاء الله رابط طريقة عمل الفلة الحرة ضابط اللي فوق دا وقت طريقة عمل الفلة الحرة ادخل اللي مش عارف طريقة الفلة الحرة يدخل عليه ويتعلم من الرابط ده فيه شرح كويس ان شاء الله وصلنا بالسلامة والحمد لله لنهاية الرحلة شباب والله هو ربنا كرمنا الحمد لله بسمك حلو اخدنا سمك كتير طبعا بس انتم شايفين تصور الليل ضعيف زي ما انتم شايفين كده فانا عشان كده محبتش من نصور كتير بالاسامة مكام شحبان غير وهي فوق تحياتي لحضراتكم انتظرونا في رحلة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته